قصة الملك الشرها تحتي عن ملك دائما يشعر بالجوع ويأكل كثيرا ولكن يا ترى ما السبب وهل سيتم شفاء الملك من هذا المرض هذا ما سوف نعرفه في القصة بالأسفل ذات مرة كان هناك ملك يحكم إحدى الممالك وفي يوم ما فتح الملك فمه عندما كان في نوم عميق في الليل فدخل شبح جسم الملك من فيل ثمه وفي اليوم التالي استيقظ في الصباح وكان يشعر بالجوع الشديد وأعد الطهات الوجبات للملك المعتاد وبمجرد أن قدموا الطعام أكل الملك كل الطعام الذي كان هناك لكن ذلك الطعام لم يكن كافيا للملك حينها فوجى الطهة وتم البدأ في طه أنواع مختلفة من الوجبات وبعدها جلبوا الحراس ثمارا مختلفة وأعطوها للملك وعندما وضعت طهات جميع المواد الغذائية أمام الملك كان يأكلها في لمح البصر وبعد تناول الطعام الذي يكفي لعشرين شخصا حينها كان الملك أنتهينا الإفطار وهذا الجوع لدى الملك أصبح مشكلة كبيرة فقام الأطباء بفحص الملك وقالوا إنه ليس لديه أي مرض بل كان طبيعيا جدا وذهب الحراس إلى القرى الأخرى لجمع الطعام للملك حتى الملك كان يواجه مشكلة كبيرة بسبب جوعه الكبير وعف أن الحراس لم يتمكن من جمع الطعام الكفيلة ففكر الملك في زياغ المشايف المحلية لواحدة تلو الأخرى في المملكة ذهب إلى كل زعيم محلي وبقي هناك لمدة أسبوع أو أسبوعين كضيف لذلك أصبح عد أن يصعب تحمله بالنسبة لهؤلاء الزعماء المحليين فأخذوا بالتذمر من ذلك وفي أحد الأيام عد شب كان قد أكمل دراسته خارج المملكة إلى موطنة الأصلي وبعدها ذهب إلى منزل أحد الزعماء المحليين في المملكة كضيف ليبقى عنده وعندما علم الناس عن عودته جاءوا لرويته لكي يتحدثوا معه وحدثهم الشب عن عجائب عد وكذلك أشياء مضحكة وجعل الجميع يضحكون لكن الشب لم يرى الاتسامة على الزعيم ففكر في الأمر وقال له تبدو قلقا بعض الشيء هل يوجد مشكلة ما وهل يمكنني أن أساعدك فقال له ذلك الزعيم نعم لدي مشكلة كبيرة تلقيت رسالة مفادها أن ملاكنا سيأتي إلى منزلي كضيف في هذا المساء ثم شرح عن الطعام الذي كان عليه أن يقدمه للملك عند سماع ذلك حينها فكر الشب لفترة من الوقت ثم قال سأحل أشكلتك وأخلصك من جوع الملك ولكن عليك على ما أقوله لك وافق الزعيم على ذلك وبالفعل جاء الملك إلى منزل للزعيم في المساء وبمجرد وصوله إلى هناك راح يصيح ويقول أين الغداء وبعد ذلك تم وضع طاولة صغيرة أمام الملك وعليها العديد من الوجبات بالإضافة إلى الفاكهة ثم بدأ الملك يأكل كل شيء الشب الذي جلس على مسافة قريبة من الملك أبقى بعض العشب الجف في فمه وبدأ بالمضغ عند رؤية ذلك قال له الملك أجنل لماذا لا أقول العشب مثل الماشية فقال له الشب حينها أنا لست مجنونا أيها الملك وأنا أفعل هذا لأنك تعرضت علي الطعام الملك الذي شعر بالإحراج من كلمات الشب أعطاه بعض الفاكهة ثم بدأ هذا الشب تقشير تلك الفاكهة ومن ثم قال للملك لدي طلب صغير إذا أعطيتني الإذن سأخبرك به جلالتك فقال الملك ما هو؟ فقال شب كل ما عليك هو أن تأخذ قصة من الراحة قليلا لفترة من الوقت فقاله الملك حينها أنا أفكر بالفعل في أخذ قيلولة قصيرة لذلك ليس من الصعب علي تحقيق رغبتك فقال شب كل ما عليك هو أن تأخذ قصة من الراحة قليلا لفترة من الوقت فقاله الملك حينها أنا أفكر بالفعل في أخذ قيلولة قصيرة لذلك ليس من الصعب علي تحقيق رغبتك ولأنه كان متعبا جدا من الرحلة الطويلة نام الملك على الفور وعندما كان في نوم عميق أمر الشب خدام الزعيم بربط يد الملك وساقيه بإحكام ثم طلب الشب من الطغاة بعد ذلك إعداد مختلف الوجبات والحلويات بعد فترة من الوقت استيقظ الملك ووجر أنه مربوط بالحبال وفي ذلك الوقت كان الملك يشعر بالجوع الشديد احتفظ الشب بالعديد من الوجبات الغذائية والحلويات والكري والزبدة والسم وجلس بعيدا عن الملك حين رأى الملك ذلك زاد جوعه كثيرا فاصلة حيث أن تلك الوجبات تبدو شهية وفي الوقت نفسه قال الشب للملك أيها الملك يجب أن أخبرك بشيء غريد مررت بمبنى في وادي كبير وكان ذلك الوادي كبيرا جدا وكان هذا المبنى ليس مبنى عاديا حيث أنه كان له جدران من الجبن وتم تزيين الأبواب بالحلوة وتم بناء المنصات مع الحلاوة ياخذ لك المبنى وهناك بركة صغيرة فيك الأغرفة كانت تلك لبركة منتلئة بعصائر الفاكهة وتحيط البركة بالفاكهة اللذيذة وأثناء شرحه خذ الشب الحلوة وضعها على أنف وفم الملك وكرر ذلك عدة مرات وبعد فترة من الوقت كان الشبع الذي استقر داخل فم ذلك الملك غير قادر على تحمل ذلك ولكي ينتزع شبح الحلوة من يد الشب قرر أن يقفز هذا الشبح من فم الملك على الفور وأمسك الشب بهذا الشبح وألقاه في الموقد المطبخ وعندما خرج الشبع من فم الملك سقط حينها الملك فاقدا للوعي وفي اليوم التال استيقظ في الصباح بسعادة لكن الملك تخلص من الجوع الشديد الذي كان يلزمه لوقت طويل ثم تناول الإفطار مثل الآخرين وعندما تم علاج الملك شعر حينها بالسعادة وقدم العديد من الهدايا الثمينة للشب الذي عرجت وأتم له حفل السفاف من فتاة جميلة وعاش حياة سعيدة